مباراة منتخب المغرب لمبطوري الأطراف اليوم ضد المنتخب الإيطالي المغرب وإيطاليا في كأس العالم لمبطوري الأطراف التوقيت، القنوات الناقلة، وتفاصيل مهمة جدا حول المباراة في بداية الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو ومتابعة الفيديو للنهاية يلتقي اليوم المنتخب المغربي ضد المنتخب الإيطالي في دورة ترتيبية في المراكز من 5 إلى 8 بعد خروج المنتخب المغربي من ربع نهاية بطولة كأس العالم لمبطوري الأطراف على يد المنتخب التركي ذهب إلى دورة ترتيبية مصغرة للحصول على المراكز من 5 حتى 8 طبعا متخب المغربي لمبطوري الأطراف أول مشاركة لي في كأس العالم كان في المجموعة الرابعة رفقة المنتخب البرازيلي وإيرلندا وإيران المغرب والبرازيل وإيرلندا وإيران واجه المغرب المنتخب الإيرلندي في أول مباراة وفاز عليه 6 مقابل لشهي وفي ثاني مبارياته منتخب المغرب واجه المنتخب البرازيلي وهزم صفر مقابل اثنين من الصنبا البرازيليا ليذهب إلى الجولة الأخيرة والحاسمة ليتعادل مع إيران صفر مقابل صفر ويصعد ثالث مجموعته في المركز الثالث بالنسبة للمجموعة الرابعة ليذهب إلى سمن نهاي كأس العالم لمبطوري الأطراف ويواجه التانجو الأرجنتيني المنتخب الأرجنتيني ويفوز أسود الأطلس المنتخب المغربي أربعة مقابل يشيء في مباراة تاريخية لمنتخب المغرب ليصعد إلى ربع نهاي كأس العالم لمبطوري الأطراف ويصطدم بالمنتخب التركي صاحب الأرض والجمهور والتنظيم وللأسف هزيمة المنتخب المغربي بعد أداء رائع طول البطولة وأداء رجولي من اللاعبين وإصرار كبير من لاعبي المنتخب المغربي واحد مقابل أربعة ليخرج من الدور الربع النهائي منتخب المغرب ويذهب كما قلت لحضراتكم إلى دورة ترتيبية من الخامس إلى التام سيواجه المنتخب الإيطالي الذي هزم من أسباكستان في نفس اليوم مواجهة تركيا والمغرب خمسة مقابل واحد على الجانب الآخر يلتقي في هذه الدورة الترتيبية منتخب تنزانيا ضد البرازيل تنزانيا ضد البرازيل المغرب ضد إيطاليا الفائز مع الفائز على المركز الخامس والسادس مباراة المغرب وإيطاليا ستكون اليوم الجمعة سبعة عشرة الفين اتنين وعشرين سبعة أكتوبر الفين اتنين وعشرين إن شاء الله الساعة اتنين ظهرا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر الساعة تلاتة ظهرا بتوقيت مصر والسودان وليبيا وأوروبا الساعة أربعة عصرا بتوقيت السعودية والعراق واليمن وسوريا والأردن القناة الناقلة على اليوتيوب تي بي اي اس اف على اليوتيوب ستنكل هذه المباراة بإذن الله كل التوفيق للمنتخب المغربي والحصول على المركز إن شاء الله الخامس في هذه البطولة ويكون ترتيبه الخامس بإذن الله في كأس العالم في أول مشاركة له طبعا هتكون مشاركة تاريخية لما تصعد للمركز الخامس أو السادس في أول مشاركة في كأس العالم لمبطوري الأطراف كل تمنياتنا أمام منتخب إيطاليا توقعونا نتيجة في التعليقات ما تنسوش دايما اللايك والشير والمشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته